أعوذ بالله من الشيطان الغجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي يأقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذاباً أليماً ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولاً وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَينِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبَصِرَةً مُبَصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ وَكُلَّ شَيْءٍ فَفَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ نُفِي عُنُقِي وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَادُ مَنْ شُورًا إِقْرَى كِتَابَكَ إِقْرَى كِتَابَكَ إِقْرَى كِتَابَكَ كَفَابِ نَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزوازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العلي العظيم